ما زالت مصر تعيش الصدمة والحزن على وفاة 41 شخصا في حريق كنيسة أبي سيفين بمنطقة إمبابا بلجيزة وإصابة 16 شخصا بينهم ضابطان وثلاثة أفراد من قوات الحماية المدنية مساء أمس مشاهدين تم تشيع أو تجنيز ضحايا حادث الحريق في كنيسة السيدة العذراء الأثرية في حي الوراق في الجيزة وكذلك في كنيسة رئيس الملائكة ميخايل في نفس الحي تم التشيع وسط حضور أسر الضحايا وكذلك حضور جموع غفيرة من الأهالي شاركت شخصيات رسمية ودينية أيضا في مراسم التشيع الحريق مشاهدين كان قد اندلع صباح يوم أمس أثناء وجود عدد كبير من المصلين في الكنيسة وزارة الداخلية قالت في بيان أن خللا كهربائيا أدى إلى نشوب حريق بجهاز تكييف بالطابق الثاني وأن الدخان الكثيف كان السبب الرئيسي في الوفايات والإصابات بالإضافة إلى التدافع أثناء عملية هروب الناس الذين كانوا في الكنيسة النائب العام أمر بفتح تحقيق فوري وتشكيل فريق كبير لذلك لكن المشاهدين دعونا نستمع إلى شهود عيان ومصابين في الحادثة دي مش عارف لمسكة عربها حصل ولا ايه اللي حصل فيه الأطفال فوق والناس كريرة بحينة اللي حيناه ومحيناش اللي حيناه نبص فوق في السماء لقينا كل الزوج رماض بسواد من فوق الناس بقتل من نفسها من فوق لو صوت عربية طبونا عبد المسيح هتلاقي الدنيا متكسرة في العربية بسبب أن واحد نط من فوق عشان يلحق نفسه التكيف ولع طبعا التكيف تحت الشباك الخشب على طول بدأت النار تنفعل في الكنيسة في الدور اللي هو الثالث والدور الرابع طبعا منزلين كله اللي مجمع ليه واللي ما بيتنفسه خالص كان فيه ستات وأطفال كان أطفال وستات ورجالة وبنات يعني ما عربية الإصابة احنا كنا بنشأ لها الضحاء يغب برا مثلا بحوالي مثلا مية وخمسين متر ما فيش ترول لدخل عربية المطاف اللي بيقول انها جات على طول احنا المفروض ما بيننا وبين عربية المطاف خمس دقائق مثلا على مكان بتاعهم الرئيسي وهم تقريبا بعد ساعة إلاك صور أنا ما عرفش إيه لازمة ان احنا بنقول عربية الإصابة جاب بعد ديئتين بعد ديئتين بعد ديئتين لا عربية الإصابة ما جاتش بعد ديئتين ولا حيك على وسائل التواصل والتداول الناس هذه الصورة لثلاثة أطفال كانوا من ضحايا الحريق كذلك هناك صورة أخرى لشخص مسلم قد تم تداوله على شكل واسع وبشكل واسع هو محمد يحيى الذي ساهم في إنقاذ خمسة أطفال كما قيل الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجهات للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بترميم الكنيسة كذلك قال في بيان عن الحادثة وجهت كافة أجهزتي ومؤسسات الدولة المعنية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة وبشكل فوري للتعامل مع هذه الحادثة مع هذا الحادث وأثاره وتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمصابين أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا الأبرياء الذين انتقلوا لجوار ربهم في بيت من بيوته التي يعبد بها كذلك قدم البابة ودرس الثاني طبعا هو بابة الإسكندرية وبطرك الكرازة المرقصية التعازي لأسر الضحايا وقال في بيان له دعونا نظهر لكم ماذا قال في هذا البيان إذا وافقنا الحظ في ذلك طيب سأقراه لكم يقول البابة ودرس نتابع بكل الأسل حادث الأليم الذي وقع في كنيسة الشهيد العظيم مرقوريوس أبي سيفين نحن على تواصل مستمر مع القيادات المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة وكافة المسؤولين وأذن عزي أسر الضحايا فإننا نصلي من أجل المصابين والمجروحين واثقين أن يظل الله ترحمنا جميعا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي زار مصابي الحادث المشاهدين وأعلن أن الحكومة ستصرف مئة ألف جنيه لأسرة كل متوفي وعشرين ألفا لأسرة كل مصاب شيخ الأزهر أحمد الطيب أيضا وجه بصرف إعانات نقدية عاجلة لعائلات المتوفين وكذلك بفتح مستشفيات جامعة الأزهر أمام المصابين مع تقديم الدعم النفسي اللازم في إطار التدوينات الملياردير المصري نجيب ساوريس غرد معلقا على الحريق وقال لم أرد أن أكتب تعزية قبل أن أعرف تفاصيل الحادث لأننا في صعيد مصر لا نقبل العزاء قبل أن نعرف التفاصيل وأن نعرف الفاعل الله هو المنتقم وهو الذي سيأتي بحق الضحايا تغريدة ساوريس هذه أثار جدلا كبيرا على وسائل التواصل دعونا نأخذكم إلى عين من المعاقبين على كلامه هنا مثلا كوين ميرو تقول أولا البقاء لله ثانيا بتتكلم وكأنه حادث مدبر ولم تضع ولو بنسبة 1% أنه ممكن يكون قضاء وقدر ننتظر ونشوف التحقيقات والتصريحات أولا وربنا يصبر أهالي الضحايا أما هنا واء الأنيس ما لو الحادث مدبر وعندك معلومات قلنا ما هو ما فيش صعيدي بخاف أو قبان أما أمجد مع احترامي وتعزيتي للضحايا بس إزاي عاملين حضانة وأطفال ولا توجد أي احتياطات للسلامة في مناطق ضيقة جدا بحيث المطافي والإسعافات لا تستطيع الدخول لها بسهولة أما هنا هذه تدوينة الأخيرة التي قرأناها قبل قليل لكم مشاهدنا شكرا لمشاهدتك تراندينغ سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها